صباح الخير طلاب أنا أم درسة اللغة الإنجليزية في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين هذا الدرس للصف الثاني المتوسط درسنا لهذا اليوم هو الوحدة السابعة الدرس الثالث افتح كتاب الطالب على صفحة 74-75 here we have lesson 3 عدنا الدرس الثالث اليوم موجود بصفحة 74-75 في هذه الصفحة زيان here we have the title of our lesson animals in danger animals in danger معنى حيوانات في خطر شنون حيوانات بخطر هس نشوف يعني شون مثل ما نقول حيوانات المهددة بالانقراض هذا اللي يقصد به الحيوانات اللي هي بخطر يعني مهددة بالانقراض زيان يقول لك read about these animals and find two reasons why they are in danger يقول لك اقرأ حول هذه الحيوانات ومن ثم اجد سببان لماذا هم في خطر يعني ليش هما رح ينقرضون خلي بالبداية نقرأ ووراها نشوف الاسباب شنية نبجي بالبداية here on snow labbed snow labbed means نمر الثلج the fur of this beautiful animal is grey with bigish black spots and much smaller spots يعني شنو؟ هنا هني يقول لك the fur of this beautiful animal يعني الفراء يعني اللي يغطى جسم النمر يسمو الفره هو نفس الفراء لهذا الحيوان الجميل is grey with bigish black spots مع شنو؟ مع نقاط أو يعني أو بقع كبيرة بعض الشيء bigish يعني معنى كلش كبير مع بقع سوداء كبيرة and much smaller spots يعني بقع كبيرة كلش وبقع صغيرة كلش nobody knows exactly how many there are but there are very few لا أحد يعلم كم موجود من أدهل لكن هناك قليل منهم يعني مو هو قليل موجود من هذا الحيوان بالعالم يقصدون it's hunted for his fur إنه يتم الصياده بسبب فراءه يعني على مود الفر ومات يظلون يصيدوه على مود يأخذوه ومات فلهذا أنه أعداد قليلة بقت من عنده فلهذا هو من animals in danger من حيوانات اللي هيسي يقولون عليها بخطر المهدد بالانقراض بسبب بعمليات الصيد زين نجي علي بعد ibex ibex means this mountain goat is hunted for its harms هذا يقول لك الماعز الجبل is hunted يتم الصيادة for its harms يتم الزيادة هو من أجل قرونة يعني من هاي القرون مات they are seventy to one hundred forty centimeters long طولهم من سبعين إلى مئة واربعين سنتيمتر its coat is reddish brown to to greyish brown يعني شنو يقول لك الغطاء ماتة يعني اللي غطي جسمه its coat is reddish brown يعني بني محمر to greyish brown يعني بني محمر if it is not protected it will soon disappear إذا لم يتم حمايته سوف يختفي قريبا زين عدنا اللي بعد blue whale معناها الحوت الأزرق this is the largest animal alive today هذا هو يقولك largest يعني شنو منها أكبر حيوان عايش اليوم مني يعني حيوانات المعمرة كلش it is 29 متر long طولة 29 متر whales were hunted for their oil and almost disappeared يقول لك يعني أكثر هذه الحوت يتم الصيادة شبيها يعني يعني أنه عالموا تشنو for their oil بسبب زيت and almost disappeared واختفت now they are protected والآن هما شبيهم يقول لك protected الآن هما محميات يعني نحموا يعني بدوا شون أقولكم يعني شون ينحمون الحيوانات إنه يشرعون قوانين الدين قتلهم والصيادهم فلهذا إنه أي واحد يصيد أو يقتل هذه الحيوانات يعني على يصر غرامات وأيضا السجين شو لكم سنة يعني حسب الدول الموجودة بها فهذا من الحيوانات اللي شرعوا قوانين على مود يحدون من عملية الصيادة زين عدنا اللي بعده عدنا اللي بعده الgolden tooth معنىها الضبدة الذهبي the male is a bright golden color الذكر هو شبي ذهبي لونه the female is much darker أما الأنثى فتكون لونها أغمق هو bright bright gold ذهبي فاتح والأنثى صلا لونها أغمق people are draining water from the places where they live الناس يشربون الماء من places where they live من الأماكن اللي يعشون بها when the water goes completely the golden tooth will disappear عندما الماء يذهب تماما يعني من يروح الميين شيف هذول شبي هم يختفون يعني يعيشون على المي البقعة اللي هم بها إذا يروح من عده المي يموتون يروحون زين اللي بعده عدنا tiger tiger اللي هو النمر the tiger has a beautiful yellow and black fur النمر يقول لك عند fur أسود واصف الرائع it looks like the sun shining through trees and helps the tiger hide in the forest يقول لك بالشمس هو يشع مشرق ومن خلال أشجار and helps the tiger hide in the forest ويساعد حتى يختفي ويما بين الأشجار بالغابة بالفورست there are now fewer than four thousand tigers in the wild الآن هناك أقل من 4000 نمر بالبرية ليش because tigers were hunted for their skins لأن النمور أصطادت بسبب بشارة يعني بسبب الفر ومالتها زين الآن عندك بها الصفحة يقول which animals were called to make three things in this room what do you think about this هذا تمرين صفي هنا منطق C البحر mountain forest جبال وغابات wetlands منطق منطق desert forest منطق هاي الأماكن الصحراء الغابة الأماكن الباردة الأماكن الرطبة زين خلينا نجح نرجع على السؤال يقول لك why they are in danger ليش هذه الحيوانات بخطر السبب الأول they are losing their homes أول شي إن هما يخسرون منازلهم two people are hunting and killing الناس تقتلهم وتصطادهم فليهذا السبب إنهم مهددين بالانقراض وهم بخطر حاليا زين هزا خلينا ناخد ناخد معان جديد دارسنا لهذا اليوم عندك animals حيوانات danger خطر snow لبعد نمر الثلاث فرفرة bigish كبير بعض الشي spots نقط أو بقع haunted يد تم الصيادة ibex تياس الجبل goat ماعز mountain جبل horns قرون كوت غطاء radish brown بنية محمر protected محمي disappear يختفي blue well الحوت الأزرق golden tooth الضفدع الذهبي male الذكر female الأنثى darker أغمق لأن ضيف إنا علي هنا er draining يشرب goes completely يذهب تماما أو يتلاشى tiger النمر shining يشع hide يختفي wild barry skin بشرة killed قتلت أو قتلة زين هس خلينا نأخذ موضوع قواعد بسيط وصغير وين يدرسنا لهذا اليوم عندك ليجا وشان بالدرس مستطيل الأخضر مكتوب عندك agreeing and disagreeing هس عندنا هنا agreeing and disagreeing معناها الموافقة وعدم الموافقة يعني اللي هم رح نتعلم شون أعبر عن موافقتي لشي باللغة الإنجليزية وشون أعبر على عدم موافقتي إلي باللغة الإنجليزية زين عندك أول شي agree ووافق شو كتنستخدمها تستخدم عنده توافق رأي مع شخص معاني انت إذا شخص توافق الرأي حبيت الرأي مالتي انت توافق على الرأي مالتي نفس الرأي عندك ويا شو تقول for example I agree you are right أنا أوافق أنت محق أما إذا شخص أنت متوافق عندك اعتراض على رأي ما مقتنع برأي شو رح تقول disagree لا أوافق اللي نستخدم عنده عدم التوافق بالرأي مع شخص ما فشو تقول تقول I disagree I think you are wrong أنا أنا لا أوافق أنا أعتقد بأنك على خطأ زين خلينا نجي هس نروح للأكتيفيتي وعد نهس بالكراس Lesson 3 يقول complete the conversations with the words in the box عندك write wetlands you are wrong disagree see you agree عندك هاي الكلمات شي يقول لك هاي الكلمات هنا يقول لك خلينا إياها بالفراغات الجوة زين معاني احنا كل هنعرف write صحيح أو يمين تجي حسب معناها بالجملة wetlands الأراضي الرطبة you are wrong أنت على خطأ disagree لا أوافق see بحر agree وافق زين نجي أول شي هنا نمبر one blue whales live in the forest شو يقول يقول الحوت الأزرق يعيش في الغابات شو أقول لي أقول لي I disagree أنا لا أوافق شلون blue whales live in the وين تعيش in the sea تعيش في البحر زين gold number two golden toots live in the desert الضفدع هذا اللي هسا حتشينا عليه هذا الملون اللي يسموه الضفدع الذهبي يقول لك live in the desert يعيش في الصحراء شغنة أش أقول أقول لك I think you are wrong أنا أعتقد بأنك على خطأ golden toots live in the wetlands تعيش true true or false F ها كلها علقة عليها حتشينا number one people are still allowed to hunt blue whales الناس إلى الآن مسموح لهم أنه يصادون الحوت الأزرق إذا صح نخلي تيدا غلط نخلي F إحنا جلنا false F زين number two male and female golden toots are different colors ضبدع الذهبي الذكر والأنثامات ألوانهم مختلفة false غلط قلنا نفس الشي اثنيناتهم golden بس male الذكر يكون brighter than the female من الأنثى اللي يصر لونها darker أغمق زين number three people hunted tigers because they are very dangerous الناس يصادون الشي سموه النمور لأن هي جدا خطيرة false they hunted the tigers because of their fur because of their skins قلنا زين لحنا اوكي لحنا نوصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم if you have any question please write for me إذا كان عندك أي سؤال يخص درسنا لهذا اليوم كتبولي قدكم درسنا لهذا اليوم التمرين ننحلها بكتاب activity ننقلوها عندكم موضوع القواعد البسيط الصغيروني تكتبوه أيضا والسببين ننقلها بكتاب الطالم now have a nice day bye bye